اهلا بكم من جديد بحصة مغاربية في الوقت الذي يشهد فيه الشارع التونسي ارتفاعا في الاسعار اسعار بعض الصلع اظهرت بيانات رسمية تراجعا طفيفا لمعدلات التضخم لتسجل 10.1% خلال ابريل الماضي وكان محافظ البنك المركزي قد اعلن ان تقديرات البنك تشير لارتفاع التضخم في 2023 الى 11% صعودا من 8.3% من 2022 يعاني المواطن التونسي من ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية والسلع والفواكه ويرجع بائعون السبب لشرائهم المواد الغذائية باسعار مرتفعة من تجار الجملة ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لبائعي اللحوم والخضار الأسعار غالية بالنسبة لتونس والجميع عن حال البلدين اللي قاعدة مثلا تونس العلف غليت الجفاف موجودة الكميات الموجودة معاش كما العادة برش الأسعار نخدمه فيها احنا معناها مسعرة مسعرتها الدولة عنا مربوح معاين نربحه فيها احنا الأسعار قاعدة تزيد من المخازن فهم عرضوا طلب لكانت وجدت السلع علىه بيش ترخص لكن السلع نقصة بيش تغلى هذا كل موجودة خاطر فيش تنقص تنقصت على بيوت مكيفة كل بيوت مكيفة وماش برنها مزرعة ووسط غلاء الأسعار الا ان حالة التذمر تسود أوساط التونسيين بسبب يشح بعض المواد الغذائية والمستلزمات وسط مطالب بوضع حلول من الجهات الحكومية لإنهاء الأزمة الشهاري ما فهميش نقص على الأخر والمنعيشة غالية ما عادش نخلته على حتى شيء حقيقة انت عربي كيلو تماثم مارب عاليف هذه أقل حاجة درته السوق الكلنا طوى كيلو تماثم مارب عاليف لكثريها غالية لحوم الدواج لحوم البيضاء وتراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال شهر أبريل الماضي حيث بلغت نحو دير حيث نحو 10.1% مقارنة بشهر مارس بمعدل 10.4% على وقع ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية المعقدة ينتظر المواطن التونسي حلولا لهذه التحديات من الجهات المختصة ياسر دبابش الغد تونس من تونس تنضم إلينا وفاء بن محمد الكاتبة الصحفية المختصة بشؤون الاقتصادية أهلا بك سيدة وفاء على شاشة الغد إذن ما دلالات هذا التراجع في معدلات التضخم خلال هذا الشهر أو شهر أبريل وهل ذلك يعد مقدمة لتراجع مستقبلي في معدلات التضخم؟ أكيد أن النسق بدأ تغير نسبة التضخم في تونس لهذا الشهر تغيرت نحو الأفضل ولو أنه تراجع طفيف إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية ولعل الإجراءات التي أطلقتها سلطة الإشراف ومنها الدولة في الشهرين الأخيرين أو تحديداً في شهر رمضان المعظم أكثر أشهر السنة استهلاكاً لدى التونسيين إذن ما رده هذا التراجع الطفيف هو تقلص نسق الارتفاع المتزيد للأسعار أسعار المواد الاستهلاكية هذا طبعاً ما قال يعني ما أرجعه المحد الوطني للأحصاء هذا يعني دون لكن ما خلف ذلك لابد أن تسيره للرأي العام المفروض سيدة وفاء بعد انخفاض معدلات التضخم أليس من المفروض أن أيضاً أسعار السلع تنخفض؟ هو ضغط هي عملية الضغط وتقليص وتنظيم على مستوى التوزيع ومسالك التوزيع وتزويد الأسواق الداخلية لكن للأسف عندما نرى التقرير الصادر الحديث عن المحد الوطني للأحصاء فنجد جل المواد الأساسية وحتى الكمالية في ارتفاع مستمر هذه مشكلة هيكلية في الحقيقة لكن لا يمنع أن هناك إجراءات استثنائية يعني أدت أو لنقول أتت أكلها في هذا الشهر وهي الإجراءات التي تعكس عملية استباقية يمكن تحديد قائمة للمواد التقليص في بعض المواد خاصة البيض واللحوم الدواجن ويعني الغيلال الموز على غيران الموز والتفاح هذه الإجراءات يعني تزامنت معها أيضا عقلنة الأسعار فيما يخص اللحوم الحمراء طيب نزلت في الشهر المنقضي بأقل من 10 دنانير إذن هناك إجراءات في الحقيقة لكن تبقى يعني المخاوف موجودة دائما من مزيد ارتفاع نسبة التضخم في الأشهر القادمة إذا ما بقي أن سق ولو طفيف في الأشهر القليلة القادمة وهو نزولا يعني في النزول فهذا أمر مطمئن في الحقيقة ولا بد من مزيد تدعيم الإجراءات الحكومية حتى نحافظ على هذا الأمان الوقتي والظرفي أما إذا ما طيب ماذا عن توقعات محافظة البنك المركزي سيدة وفاء ماذا عن توقعاته بأن نسبة التضخم ستصل إلى 11% في هذا العام عام 2023 محافظة البنك المركزي في الحقيقة ليس بمفرده من صرح بهذا التصريح الذي أثار الكثير من الجدل وهو يعني العديد من الأوساط والمسؤولي حتى الدولة والمتداخلين في الشأن الاقتصادي صرحوا وأفادوا بأن حسب يعني حركية ونشاط المبادلات التجارية ونشاط السوق والأسواق الداخلية وكذلك الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد والارتفاع الانفلات الكبير في الأسعار فالأكيد أن هناك نتائج سلبية أهمها ارتفاع المتواصل لنسبة التضخم وأكد منذ ثلاثة أشهر ونحن اليوم الشهر الرابع من تصريح محافظة البنك المركزي عندما قال سنة 2023 سيصل فيها يعني ستصل فيها نسبة التضخم إلى 11 يمكن هو مرده يعني أرقام وأحصائيات تتابعة على غرار المحد الوطني للأحصاء نحن لا نريد بالفعل لا نتمنى أن نصل إلى هذا الرقم بالعكس أحنا نريد أن نقطع مع الرقمين تماما ونعود إلى على الأقل مع نهاية هذا السناء نعود إلى التسعة تسعة بالمئة أو تسعة فصل ثمانية بالمئة إذا ما تحسنت الظروف خاصة الرقابية تشديد الرقابة والاهتمام أكثر بمسالك التوزيع وضرب مواصلة الحرب التي أتى بها رئيس الجمهورية منذ الخامس والعشرين من شهر جوليا ضرب المهتاكرين والمضاربين هناك أيضا مشكلة أخرى يريد بالفعل أن تفعل مشكلة القرضة التي تريده تونس من صندوق النقد الدولي وشروط صندوق النقد الدولي التي يرفضها الرئيس قيس سعيد وحتى الشعب التونسي يرفضها لأنها تتضمن شروط يعني تمس بحياته المعيشية وعلى رأسها رفع الدعم على المواد الغذائية الأساسية هل تم البداية في هذه الإجراءات وهي رفع الدعم عن مواد الأساسية هل يعني ماذا إن تم القبول بشروط صندوق النقد الدولي كيف سيكون وضع المواطن البسيط الأكيد أن مشكلة الدعم اليوم في تونس تعد يعني مشكلة كبيرة جدا وهي من بين البرامج الإصلاحية في بنود البرنامج الإصلاحي الذي بعثت به الحكومة إلى صندوق النقد الدولي لتحصيل القرض المزعم يعني تعبئته مع حلول كانت يعني تريد تعبئته مع حلول هذه السنة الجارية لسد لتمويل الميزانية ولسد الثغرة الكبيرة في العجز بالميزانية للأسف هناك تعطيلات ما زالت المشاورات وكأنها يعني مطولة خاصة مع التصريح الأخير والبيان والبلاغ الرسمي الأخير الذي صدر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد برفضه لكل الأملاءات ويقصد هنا صندوق النقد الدولي كذلك في مسألة خاصة في مسألة الدعم لأنه يبدو أن الرئيس غير موافق بالمساس بهذا المكسب الاجتماعي للتونسيين خاصة في هذه الظرفية ربما ليس القطع النهائي يعني ليس رفض قاطع مع الإصلاح مع هذه المنظومة المتآكلة منذ سنوات لكن يبدو أن الظرفية التي أرادت الحكومة أن تعلن فيها الإصلاح لمنظومة الدعم يبدو أنها ظرفية غير مناسبة باعتبار أن المواطن التونسي اليوم يعاني من أزمات ومن تعثر كثير في تلبيت حاجاته اليومية يعني اليوم ارتفاع كبير في الأسعار حتى أن الأسعار غير موجودة بالكاد نجد بعض المواد الأساسية والبعض من المواد الكمالية اليوم لا نجدها يعني هذه المشاكل الأكيد أنها تصل الرئيس وتصل السلطة والحكومة لكن هي الحكومة اليوم للأسف في مأزقة بين رفض الرئيس هي هذه الأزمة الاستصادية ليس فقط تونس أو الدول العربية تعاني منها وإنما كل العالم يعاني من أزمة اقتصادية في المواد الغذائية والطاقوية إلى غير ذلك على كل حال أشكرك سيدتي وفاء بن محمد الكاتبة الصحفية المختصة بالشؤون الاقتصادية على كل ما تفضل في بي كنت معنا من تونس انتهت حلقة اليوم من حسن مغاربي أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر